اشتركوا في القناة وانه جاء ليعبر عن تطلعات الشعب في الخلاص من الواقع السياسي وبناء عراق حر كريم موحد واستعادة سيادته دعيا الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الاقليمية والدولية بالتعامل الجاد مع مطالب العراقيين وفق المعايير الانسانية لا سيما مع التظاهرات التي يقودها الشباب في مختلف المدن العراقية للتعرف أكثر عن المثاق الوطني العراقي وأهدافه سيكون معنا ضيوفا في هذه التغطية الأستاذ وليد الزبيدي عضو اللجنة العليا للمثاق الوطني العراقي أستاذ وليد مرحبا بكم مرحبا بكم وأيضا الأستاذ عبدالقادر نايل عضو اللجنة العليا للمثاق الوطني العراقي أستاذ عبدالقادر مرحبا بكم أهلا وسهلا بكم أهلا بك يا مرحبا مشاهدين الكرام قبل البدء ندعوكم لمتابعة هذا التقرير لأن المرحلة الراهنة تتطلب استثمار كل جهد وتوظيف كل حراك لإنقاذ العراق من مرحلة الانهيار جدد الميثاق الوطني العراقي عهده للشعب العراقي بمؤتمر ثاني قيم المرحلة السابقة ورصد تطورات الوضع الراهن ورسم خارطة التغيير المستقبلي انطلقت هذا اليوم فعاليات المؤتمر الثاني للميثاق الوطني العراقي الذي حمل عنوان الميثاق الوطني العراقي ومسؤوليات المرحلة في ظروف بالغة الحساسية والأهمية من تاريخ العراق حقيقة الذي يمر في منعطف خطير ومهم في تاريخه وينتظر مستقبلاً آخر وتطوراً حادثاً ولذلك عكفت قوى الميثاق الوطني العراقي على التحرك الجاد من أجل إنقاذ العراق كلمات لأعضاء الميثاق الوطني فصلت في الحالة السياسية والأمنية للعراق وتناولت الحراك الشعبي المتواصل في سبيل إسقاط المنظومة الحاكمة وميليشياتها التي رفعت مستوى التوحش محاولة القضاء على الحراك كما تناولت كلمات الأعضاء أبعاد التغيير وثماره على المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية البرنامج السياسي للميثاق الوطني العراقي واضح هو لم يضع سقفاً زمنياً محدداً في الوصول أو الوصول إلى أهدافه المتمثلة بتحرير العراق وتخليص شعبه من هذه العملية السياسية وممارسات أجزاء الأمنية ومحاولات تفتيت وتدمير البنية المجتمعية العراق وهذه الخطوات أكيد تتطلب جهود كبيرة كان لابد أن يتغير أسلوب المقاومة ومناهضة العملية السياسية بطرق جديدة لأن المتغيرات التي حصلت في المنطقة تستوجب تغيراً في أسلوب المواجهة فكان واجب القوى الوطنية أن تواكب الأحداث والتطورات لمواجهة مشروع تدمير العراق وأن تعمل على مشروع يمكن من خلاله جمع المتفرقين والمناهضين للعملية السياسية للوقوف صفاً واحداً أمام آلات القتل والدمار وبعد مداخلات الضيوف وتثمينهم لمسيرة الميثاق الوطني وتأكيدهم على دعم أي خطوة من شأنها دفع عجلة التغيير إلى الأمام تلي البيان الختامي البيان الختامي للمؤتمر الثاني للميثاق الوطني العراقي عشرون من رجب ألف واربعمائة واثين واربعين هجرية الموافق يوم الاربعاء ثلاثة ثلاثة ألفين واربعين وركز البيان الختامي على عدة نقاط أهمها إسقاط المنظومة الحاكمة وبناء دولة العدالة والمواطنة مستقلة عن التدخلات الخارجية خالية من الميليشيات والمنظمات الإرهابية إذا المشاهدين الكرام نتناول في هذه الندوة المؤتمر الثاني للميثاق الوطني العراقي أبدأ مع الأستاذ وليد أستاذ وليد كيف تبلورت لديكم فكرة إنشاء جبهة موحدة للمعارضة العراقية يكون فعلها بارزا وصوتها مسموعا وبالتالي إيجاد ربما صيغة تسمح بانبثاق يكون جامعا وفي نفس الوقت عابرة للحدود في الواقع فكرة المعارضة في الدول المستقرة ويمكن تسميتها بالديمقراطية لا حد معا الدول التي فيها تنمية وفيها احترام حقوق الإنسان في تلك الدول غالبا ما توجد معارضة نعم فكيف في واقع مثل العراق جميع المقاومات التي تحدثنا عنها أو الظواهر السياسية والاجتماعية في تلك الدول غير متوفرة في العراق فوق ذلك هناك انتهاكات حقيقة لحقوق الإنسان قبل السلطات المتعاقبة هناك جرائم تطال غالبية الشعب العراقي هناك سرقات لا حدود لها للمال العام هناك خطط مدروسة لتفتيث البنية المجتمعية للعراق وإثارة المعارات والعمل على إشعال حروب مناطقية طائفية وغير ذلك إذن هنا الحاجة أصبحت ملحة والسرعة أكبر لأنه يجب أن يكون هناك بديل لهذه المنظومة السياسية التي أثبتت للقاصي والداني بأن جميع ممارساتها تضر بالعراق ولا يمكن أن تقدم فائدة لجميع العراقيين هذا الحافز بالتأكيد يدفع بغالبية العراقيين وبتأكيد في الواجهة النخب العراقية للتفكير لما هو ربما أبعد من المعارضة الشارع العراقي المجتمع العراقي كثير من الدول والمجتمعات التي لها علاقات مع العراق كبلد وكدولة وكمجتمع يطالبون سواء بالخفاء أو بالعلن أحيانا بدعوة العراقيين لإزاحة هذه المنظومة وللإتيان بشخصيات عراقية تضع في أولوياتها وحدة المجتمع والتنمية لكل مناطق العراق والتخلص من هذا الأرث الخطير الذي تكدس طيلة هذه السنوات لهذا يمكن القول أن التزمية أوسع وأكبر من المعارضة معارضة على الأقل تشترك مع السلطة بمشتركات ربما تصل إلى ستين في المائة أو سبعين في المائة لا مشتركات لكل العراقيين مع سلطتهم بالضبط نعم على خلاف ذلك هناك بون شاسة بين القائمين عن السلطة والمتحكمين بهم وهذه الحاجة يمكن القول بأن عمل الآن أصبح أكثر تبلور بعد أن أقر الشارع العراقي من خلال الاحتجاجات والمظاهرات وأيضا الطروحات وحتى الأدب الذي يقال في مناسبات عديدة شعر وغير ذلك بأنه هذه الوجوه هذه الأحزاب هذه الكتل سواء التي جاءت مع المحتل في 2003 أو الذين التحقوا بهم فيما بعد لا يمكن أن يأتوا بفائدة واحد من ألف بالعراق وألف بالألف بالنسبة لهم والتجارب أثبت ذلك أستاذ ولي أكيد في كل المجالات تماما فهذا الأمر يدعو أنا أعتقد إلى ما هو عنوان كبير عنوان يتجاوز ما يسمى المعارضة إلى ما هو أوسع وأكبر وأكثر فعلي أستاذ عبدالقادر في اللجنة العليا للميثاق الوطني وضعتهم شروط للمشاركة في هذا الميثاق هو أن يكون المتقدمون من الرافضين إلى الاحتلال ومشارعه والتي على رأسها طبعا مشروع العملية السياسية لكن هل الأبواب مشرعة لمن يريد الانضمام للميثاق الوطني خاصة للذين دخلوا العملية السياسية وبعد ذلك ندموا على ذلك بعد أن تكشفت لهم الحقائق وكذب المشروع الأمريكي وزيف العملية السياسية من المؤكد تماما أن الميثاق الوطني العراقي أراد لبناء نظام سياسي جديد لأن النظام السياسي الحالي وصل إلى طريق مسدود وهو فاشل وقيادته وأحزابه التي تمسك بالسلطة أوصل العراق إلى حالة من التدهور بالتالي نحن ليست مشكلتنا أننا طامحون للسلطة بقدر ما أننا طامحون لإنقاذ العراق فلذلك الحالة العراقية حالة فريدة وهنا جاء الميثاق أيضا بحالة فريدة هو أنه أسس لقضية العمل الجماعي المشترك لإنقاذ العراق وبالتالي هو انطلق من مؤشرات إيقاف مشروع تدمير العراق هؤلاء الذين تسنموا مناصب ما بعد الاحتلال في عملية سياسية هم موقعون ومنفذون ومقاولون ثاونويون من أجل تدمير العراق في مشروع تدمير العراق الذي يقر بعد 2003 والذي يعني بعض التسريبات المهمة أن أجله أو مدته عشرون عاما الذي شارف على الانتهاء وبالتالي نحن أمام متغيرات مهمة في مسألة المستقبل السياسية يعني العملية السياسية ستنتهي بعد سنتين مثلا يعني هناك مشروع كان يقر في تدمير العراق تدمير دولته نسيجه الاجتماعي بالتأكيد هناك مراحل حقيقة لم تتحقق بسبب أولا المقاومة أربكة اللاعب الإقليمي والدولي في إنتاج المشروع الذي بشر فيه بان الاحتلال بأنهم سيذهبون إلى تقسيم المنطقة والدول العربية بما يسمى خارطة الشرق الأوسط الجديد أو الكبير أو الأدنى بما ذلك من المسميات المقاومة كسرت هذه القضية وهذه المعادلة بل أحبطتها وإلى الآن حقيقة هم غيروا قناعاتهم في مسألة تقسيم المنطقة على أسس طائفية وذلك أطلقوا يد إيران في العراق منذ الاحتلال من أجل إنجاح المشروع تقسيم الدول العربية على أسس طائفية ومذهبية تبقى متناحرة حتى يبقى الكيان الصهيوني هو الدولة الأكبر بالتالي حقيقة هناك في مشروع تدمير العراق كان مقار نعم عشرون عاما أن يتم تدمير العراق دولة نظاما نسيجا اجتماعيا بلدا بالتالي هناك فشل كبير هؤلاء منفذون لهذا المشروع هم ارتضوا لأنفسهم حتى لو أبدون دمهم بأنهم سيعودون إلى الخط الوطني ما هو العراق مليء بقيادات فاعلة واليوم ما يتفرزه الساحة من قيادات شبابية في تظاهراتها وغيرها سر نهضة دول لمهندسين عراقين هذه هماليزيا سر نهضتهم المهندسون العراقيون سر نهضة بريطانيا الطبية للأطباء العراقيين بالتالي هناك دول ارتقت باقتصاداتها من خلال مفكرين الاقتصادين العراقيين بالتالي لا نحتاج هؤلاء هؤلاء عليهم أن ينسحبوا ليكفروا عن ظنوبهم لا أن يعودوا ليقودوا هؤلاء عليهم أن ينسحبوا حتى الشعب العراقي يمكن أن يسامحهم يمكن أن لا يحاكمهم مستقبل لأن العراقيين لديهم وقفات جادة عندما يستعيد بلدهم على هذا الأساس فإن المثاق الوطني يبني قاعدة المعمرون القادمون للعراق نعم طيب أستاذ وليد من خلال الطلاع على النص الكامل للمثاق الوطني العراقي وأيضا للبيان الختامي للمثاق هناك مؤشرات تدول على تطابق تام بين مبادئ المثاق الوطني وشعارات المتظاهرين والمعتصمين التي رفعوها في ميادين وساحات العراق هل هذا يؤكس صحة ودقة منهج ومبادئ المثاق؟ بذا تسمح لي يمكن أكمل ما تفضل به الدكتور عبد القادر لأن يبقى هذا موضوع قابل للاجتهاد وقابل أكثر من وجهة نظر ومشروع أن يشارك العراقيون في إدارة البلد ما تفضل به الدكتور دقيق وواضح ونتحدث عن مجاميع ارتكبة جرائم لها أول وليس لها آخر حقيقة خلال 20 سنة الماضية تقريبا طرح موضوع يعالج هذا الأمر في دول عالم ونجحت أكثر التجارب وهو موضوع العدالة الاجتماعية أو العدالة الانتقالية هذا الأمر طبعا تم الدراستة أيضا وكيف يمكن التعامل في حال حصل اتفاق عليه من جميع الأطراف في العراق أو تطبيقه أهم شيء في هذا الموضوع هو ما يسمى بجبر الضرر المشكلة في العراق أنه مئات الآلاف من العراقين تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب ببشاعة عوائل تهجير كل ما يخطر بباله وما لا يخطر بباله إذن القضية بتقديرها ليست لدى السياسين يجب أن نذهب إلى الشارع إلى الناس الذين حصل عليهم هذا الظلم وهذا الضرر هذا الجبر الضرر يتم بالطريقة التالية أن يخرج جميع الذين تسببوا أو مارسوا هذه الأعمال ويذكروا بالحادثة الفلانية والتاريخ الفلاني الضابط الفلاني المسؤول الفلاني قام بتعديد فلان قام بسرقة أموال الشعب وإلى آخره عندما يطرح هذا الأمر ويأتي من ساهم في السرقات وفي التخريب وفي التدمير ويعترف أول شيء يكون هناك متنفس بين العراقي لتخفيف التوتر لأنه ليس كل من لحق به ضرر يريد أن يعوض ولكن يريد أن يشعر بإنسانيته بكرامته بمواطنته كعراقي فأعتقد أنه واحد من المعالجات قد تكون يتفق عليها هو هذا الموضوع وربما هناك معالجات أخرى لأن الظروف مختلفة جواب سؤال حضرتك هناك تطابق تام بين مبادئ ميثاق الوطني العراقي وما بين شعارات المتظاهرين والمعتصمين هل هذا يؤكد صحة ودقة منهج ومبادئ الميثاق؟ في الواقع هنا يجب أن نذكر حقيقة أنه النثاق تم تأسيسه قبل سنتين نعم تماما طيب ولكن القائمين على هذا المشروع هم بدأوا مشروعهم مع بداية الاحتلال نعم يعني منذ أن بدأ الاحتلال في نيسان عام 2003 ظهرت أسماء وشخصيات وقوة طرحت موضوع في غاية الأهمية أنه الاحتلال مجرب الاحتلال سيدمر العراق كل شهر يمضي سيزداد الوضع سوءا وعليه على العراقيين هكذا كانت الدعوة نعم أن يذهبوا باتجاهين يرفضوا الاحتلال ويقاوموه بالضب فالعناوين التي أعلنت تأسيس الميثاق في هذه المرحلة في الواقع عاشت كل الفترات الماضية بثبات الرؤية وبالدقة في تشخيص المستقبل وخطورة الأطراف المساهمة في الاحتلال والمشاركة والمساندة لهم فكان التأسيس والإعلان هو صورة لتجارب مريرة البعض طبعا سقط من القافلة ولكن حتى إذا بقت قلة خلال تلك السنوات وحتى الآن فهي الطريق الصحيح فما أريد أن أقوله أن المتظاهرين عندما تطابق شعاراتهم وهتافاتهم وتضحياتهم مع المشروع جوهر مشروع الميثاب وهو التي تطابق هذا الأمر لمصلحة العراق مصلحة العراق تقتضي ذلك كما خرج مقاومون وسقطوا بسلاح الأمريكي أو بالجزر الأمنية يخرجون تظاهرون اليوم شباب ويسقطوا بسلاح نفس السلاح هو الذي يقتل المتظاهر تم تدريبه من قبل قوات الاحتلال الأمريكي وربما من قبل دول أخرى أيضا ليس له مصلحة باستقرار العراق فليس هناك تنافر جوهر المشروع ينطبق على جوهر البناء وإعادة البناء في العراق ولهذا التطابق تام هنا أستاذ عبدالقادر في النص الكامل للميثاق الوطني سنأتي طبعا مع حضراتكم لنناقش البيانة الختامة ولكن دعني أذكر بالنص الكامل للميثاق الوطني العراقي ذكرتم أن العملية السياسية الحالية هي جزء من مشروع الاحتلال وهي مسؤولة كالمحتل عما لحق ويلحق بالعراقين من أذى لكن في هذا الظرف الذي يعيشه العراق وأيضا تعيشه المنطقة هل يمكن إقامة نظام سياسي يضمن إقامة نظام وطني يحقق للعراق مكانته الدولية وبالتالي يضمن الاستقلال والسيادة للعراق واضحا حقيقة أن العراقين قادرين على النهوض وهذه حقيقة تحسب للعراقين على مر الاحتلالات التي مر بها العراق بالتالي عندما ترى أن الوعي العراقي أصبح واضحا يصل إلى مرتقز الشباب الذين هم جيل المستقبل وبأعمار حقيقة ربما نقول يافعة يرون أن هذا النظام السياسي هو سبب رئيسي في تدمير العراق وأن التغيير ورغم كل الوعود التي أطلقت لهم رغم التخويف والقتل والدماء اليوم أصبحت حالة عراقية شعبية أنه لفظ هذا النظام الفاشل فضلا على أن أرباب العملية السياسية تمثلت برئاسة الجمهورية وغيرها يعترفون اعترافا واضحا أننا وصلنا إلى طريق مسدود وبالفعل دوليا هو وصل إلى طريق مغلق لا يمكن أن يستمر هو يبقى بهذه الحالة يترنح لذلك حقيقة العراق فاقد الدولة نحن في نظام لا دولة وبالتالي عندما يتم استعادة نظام سياسي نحن لسنا أمام تصحيح لأن حتى الذين دخلوا العملية السياسية بنية التصحيح من الداخل فشلوا بل انحرفوا عن المنهج إذن هو هذا النظام غير قابل حتى بالتصحيح من الداخل أو تصحيح مفرداته ليخفف عن المواطن العراقي على هذا الأساس فأنه بناء نظام سياسي واقع حقيقي قادر للعراقين بدليل أن التظاهرات رفعت شعار أنه لا يمكن اشتراك الأحزاب السياسية ما بعد 2003 في أي انتخابات نزيهة أو مرحلة اتقالية إذن ما أريد أن أقوله أنه نحن لسنا في نظام سياسي يمكن أن يتم معالجته والذهاب إلى بناء أو تصحيح أو ربما رفد شيء دوليا لهذا النظام هذا النظام هو نظام تدميري وبالتالي لا وجود في العراق إلى نظام سياسي حقيقي لذلك لا بد أن يكون هناك نظاما جديدا هل هناك قدرة؟ بالتأكيد هناك قدرة على بناء نظام سياسي وقدرة على كتاب الدستور بما يلائم الحالة الوطنية للعراقيين لا سيما أننا في مرحلة مفصلية مهمة في تاريخ العراق والآن هناك انعطافات كبيرة على مستوى المنطقة العراق سيكون في قلب العاصفة فيها تأثرا وتأثيرا والشعب العراقي وصل إلى مرحلة الوعي بالتالي عندما يجمع العراقيين والمثاق يدفع بهذا الإطار وكما أشرت لك أنه ليس طامحا أن يكون هو السلطة إنما طامح أن يتم بناء نظام سياسي حتى ولم يكون هو الذي يكون يعني الشعب العراقي هل لديه القدرة في استعاب نظام سياسي جديد أستاذ عبد القادر بعدما مر بالتجربة منذ 2003 والحد الآن نعم بالتأكيد الشعب العراقي هو الذي يطالب الآن بناء نظام سياسي جديد لأنه الآن نظام المحاصصة الطائفية والحزبية الذي دمر الشعب العراقي حقيقة لا يمكن بقاءه بقاءه معنا بقاء معاناة الشعب العراقي سيتفاعل معها مع النظام السياسي الجديد هو متفاعل قبل أن يبدأ النظام السياسي الجديد لأنه يطالب الآن بتغيير نظام سياسي يكون على أساس وطني وهذا ما نطمح إليه بالتالي بناء النظام الوطني سيزيح هذا النظام الطائفي لذلك هو قبل أن يبدأ بالنظام هو الآن يضحي الشعب العراقي بدليل كل هذه التضحيات إلى هذه اللحظة وكل هذا الضغط من سبيل الوصول إلى تقسيم العراق لم يجدي نفعا لهذه العملية السياسية ولهذا النظام الطائفي يعني ما جرى في المحافظات المنكوبة من نزوح من تهجير اليوم نتكلم عن 9 مليون بين نازح داخلي ومهجر خارجي نتكلم عن قتل الآن الناصرية تشهد قتل ممنهج كبير بل التظاهرات كله يعني جميع المحافظات تشهد قتلا فضلا على أنه يدفع من البطالة والجوع ونقص الأدوية وانهيارات صحية وانهيارات تعليمية كل هذا حقيقة التضحيات لم تشغله على المحافظة على وحدة العراق والمحافظة على بناء النظام مطني إذن هو الآن يضحي من أجل الوصول إلى النظام فهو مستعد من الآن لتقبل النظام القادم أستاذ وليد كتبتم كثيرا عن المقاومة في العراق منذ انطلاقتها أكدتم في النص للميثاق الوطني العراقي أن المقاومة حق مشروع ولا بد من الاعتراف بجهود المقاومة العراقية وأيضا دورها في التصدي لمشروع الاحتلال وإفشاله واحترام أيضا الدماء التي قدمتها في مسيرتها الجميع يعرف من أين انطلقت المقاومة في العراق ومن تصدى للاحتلال ومن هي المناطق التي دمرت من قبل الاحتلال لعدم خضوعها وخنوعها للمحتل لكن اليوم نسمع مصطلح جديد وهو ما يعرف بالمقاومة الإسلامية كيف تقرأون ذلك؟ أولا الموضوع على المناطق إذا كان الحديث عن مناطق فهذه المناطق التي كانت فيها المقاومة أشرس وأشد أيضا ظهر منها سياسيون يعملون مع الاحتلال وظهر عسكر وضباط جيش وأمن عملوا لخدمة الاحتلال ولكن هذا الموضوع حساس كثير وسهل أكثر أولا لا يمكن أن يكون هناك لفظ مقاومة لمن مشترك في السلطة يقاوم من؟ أما إذا كانت المصطلحات فقط لاستهلاك المحلي فكل شخص من حقه يخرج السلطة الحاكمة بيدها كل شيء ومنذ البداية عملت تحت مظلة الاحتلال والاحتلال قدمت دعم لكل المشاركين والعناوين في العملية السياسية الآن فكيف تأتي وتقلب المصطلح من تكون مطيع وعامل دعم للاحتلال إلى مقاوم له هذا لا يمكن يوجد احتلال الاحتلال منظومة عسكرية وسياسية واقتصادية واضحة مقابلها مقاومة مقاومة مسلحة حقيقية تجابي هذا الاحتلال ولهذا يعني هذا يثير سخرية الباحثين والعلماء والعقلاء في العالم أينما كانوا عندما يأتي تأتي كتلة سياسية أو حزبية مشتركة في الحكومة وتعمل مع الاحتلال في غرفة عمليات مشتركة واحدة أمنية ويخرجون بعمليات لا تذكر ولكن مصطلح يريدون أن يأخذوا مصطلح كبير جدا فمرفوض عقلا مرفوض وطنيا وأخلاقيا وقبل ذلك لا يمكن أن يقبل بهذا الأمر أي باحث في كل العالم أن تكون أنت في السلطة وأنت مقاومة ممكن أستاذ وليد ممكن يقولون بأنه يعني حسب تفسيرهم يبدو يعني بأنه هناك جناح سياسي يشترك في العمل السياسي وجناح مسلح هو يقاوم المحتل هل هذا تناقض مكمل تناقض لا يمكن لأنه دائما الجناح العسكري سواء في الفصائل المسلحة العراقية المقاومة أو في أي مكان الجناح العسكري يأخذ خطط أو عناوين خطط من الجناح السياسي أو المكتب السياسي يعني الجناح العسكري تحت المجلس السياسي ومكتب السياسي عليه هذا ينفذ ما يأتي به السياسي إذا كان السياسي هو خلقته أمريكا ودعمته أمريكا وما زالت أمريكا تحميه نعم وتقدم الأجواء على سبيل المثال العراق في العراق الجو محمية القوات الأمريكية يعني لولا الطيران الأمريكي كل هذه الفصائل لم تفعل شيء بعد 2014 على سبيل المثال نعم فحقيقة أقول أن الذي يستخدم هذا المصطلح وهو في السلطة عليه أن يراجع نفسه ألف مرة نعم وعليه أن يسأل الباحثين والعلماء والعقلاء ليقولوا له أنك ترتكب خطأ بمصطلح سامي وكبير جدا وليس من حق أي شخص يأتي وتمسك ويرفع به هذا المصطلح طيب أستاذ عبد القادر مجموعة نقاط أكد عليها المثاق الوطني العراقي دعني أقرأه لحضرتك من بين هذه النقاط التمسك بوحدة العراق أرضا وشعبا ورفض أي خطة للتقسيم كذلك أن يختار شعب العراقي حكومته بإرادته الحرة والتداول السلمي للسلطة وبناء المؤسسات والدستور الحالي لا يمثل العقد الاجتماعي الجامع والموحد للعراقيين أيضا أثروات الطبيعية أكدتم في هذا الناس هو من حق الشعب العراقي والمساواة بين المواطنين وأيضا تطرقتم إلى مكانة المرأة والطفل وحقوق الإنسان هذه النقاط التي تحاكي بطبيعة الحال العقل والمنطق هل تفاعل معها أحد من داخل العملية السياسية هل هناك جرى اتصال في هذه النقاط تحديدا بما يتوافق مع أحد من العملية السياسية يعني فقط دعني ما تفضل به الدكتور وليد زبيدي نعم يعني منطلق ومهم تماما على المقاومة إن هذه القضية مهمة تماما نعم السؤال الذي يطرح نفسه حقيقة وهو جواب هل هؤلاء الذين يدعون المقاومة الإسلامية نعم الآن هل قتلوا جنود الاحتلال هذا سؤال العراقين كلهم يعرفونه ثانيا هل هؤلاء قاتلوا مع الاحتلال في 2003 و 4 و 5 و 6 بعناوينهم أم لم يقاتلوا معركة الفلوجة شاهدة على أن هذه الميليشيات قاتلت مع قوات الاحتلال جنبا إلى جنب وقدمت له كل ضد المقاومين الحقيقية والأهم من ذلك هو من يخطف ويقتل أبناء المقاومة أو الرافضين للوجود الأجنبي وهل هؤلاء هم بنادق عراقية أم بنادق مستجرة لدولة إقليمية كإيران هنا تتحدث مفهوم المقاومة إذا كانت تنطبق عليهم الشروط الذي أشارع لها الدكتور الميثاق الوطني عندما يضع هكذا نقاط أساسية وجوهرية في بناء نظام سياسي يعتمد على الاهتمام بالمرأة لأنه اليوم واقع مأساوي لدينا ملايين الأرامل وملايين الأيتام لدينا شعب فيه نسبة الطلاق أصبحت جنونية يوميا نتكلم عن مئات الحالات إذا ما جمعنا العراق هناك حقيقة دفع باتجاه انهاء الأسر العراقية وهذه جريمة كبيرة وكلها بسبب العملية السياسية الحالية وأحزابها وعدم وجود ما يعزز دور المرأة بطريقة واضحة حتى وصلنا إلى مرحلة تجار بالمرأة تجار البشر اليوم يتم اختطاف حقيقة هذه معلومة مهمة أن أحزاب السلطة وميليشياتها تختطف نساء ويتم بيعها خارج العراق لذلك نحن في واقع مأساوي وكذلك الطفل اليوم الأطفال يتسربون بنسبة عالية ولذلك تفشت الأمية باتجاه العمالة لكسبقوتهم وثروات العراق التي يمكن أن تعزز مكانتها أولا وتعطي العزة والكرامة لأبنائها تذهب هدرا بدليل أن اليوم نتكلم عن مئات الآلاف من الوظائف في شركات النفط هم ليسوا للعراقيين وهناك البطالة كبيرة إذن هناك رؤية حقيقية في المحافظة على ثروات العراق في ديمومة عادة بناء الأسر العراقية فضلا على أن هذه القضية لن تحظى بوجود حقيقي لإسم العراق دون أن نحافظ على وحدته واليوم العراقيين جميعا يدركون خطورة تقسيم العراق وكلهم يصرون بكل مكوناتهم على رغم المآسي التي يتعرضون إليها عندما حقيقة تبقى الميليشيات تستهدف مناطق معينة تهجر يعني اليوم نتكلم عن أربع سنوات وأهالي جرف الصخر لا يسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم لكن إلى هذه اللحظة إذا سألتهم هل تريدون إقليما أو تريدون تقسيم العراق من أجل أن تعودون يقنون لا وهم مضحون في خيم يعني لا يوجد قوت يومهم وكذلك مناطق تلعفر ويثريب ومناطق أخرى في العراق وحتى الخارج العراق اليوم عندما تسأل المهجرين خمسة مليون من الكفاءات العراقية خارج العراق وهو تهجير قسري يقول لك عندما تسنح الفرصة يعني أحدهم قال لي أو حوائل كثيرة تقول أننا متهيئون سنة بعد سنة وقد طال ربما ثمانية عشر عام هو خارج العراق عندما يعود العراق سنعود فورا إذن العراقين معلقين بقضية بلدهم لذلك حقيقة أطراف العملية السياسية لن يهتموا بهذه القضية وهم يعلمون أن وجود هذه القضية ستزيعها عندما يكون وحدة عراق عندما تكون هناك بداية نهوض للأسرة العراقية سينهض المجتمع لذلك حقيقة الميثاق لا يتواصل بهذه القضية وهم أيضا حقيقة يعرفون تماما أنهم جزء من المشكلة لأنهم رضوا للأسف الشديد وهنا لا أقول أننا سنستهدف كل ما موجود في السلطة لذلك الميثاق لديه رؤية أن مرحلة انتقالية ستهدف إلى إعادة بناء هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية وهذا شيء جديد لا يعني إلغاء ولا يعني إعدام ولا يعني حتى قتل التعددية السياسية نحن نؤمن أن التعددية السياسية مهمة وليس أن نكرر خطأهم بقوانين الإقصائي والتهمش التي احتمدوها لكن سيبقى الحال أن الشعب العراقي من يقرر بانتقابات مزيحة مشاهدين الكرام ضيوفي الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الندوة والتي نتحدث فيها عن المؤتمر الثاني للميثاق الوطني العراقي أستاذ وليد سنتحدث في النصف الثاني من هذه الندوة عن البيان الختامي أكدتم على التحرك دوليا وأقليميا لتنسيق ربما يكون هناك موقف موحد في عرض قضية العراق وشعبه أمام العالم وبيان الحلول الواقعية التي تطرحها القوى الوطنية دعوتم أيضا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في قضية العراق هل يمكن التعويل على الحلول الخارجية أو العامل الخارجي في هذه القضية؟ هذه الدعوات ما يتعلق بموقف الدول العربية موقف الجامعة العربية تحديدا والكثير من دول العالم هذه بدأت مع بداية الاحتلال فكان استشراف القوى والشخصيات الوطنية أن احتلال العراق جريمة الجريمة تنتج عنها ارتدادات خطيرة في الداخل ومع التقادم الزمني تنتقل إلى الخارج إلى دول الجوار فكان الحديث أنه لا يجوز الدول العربية أن تقف مع محتل أجنبي على حساب العراق وشعب ولكن للأسف الشديد الغالبية العظمى من الدول العربية دعمت الاحتلال ودعمت العملية السياسية التطورات في العراق كانت خطيرة لكن للأسف لم يرواها بعين السياسي المحنك المقتدر ولهذا مبكر قلنا وهذا مثبت سواء في بيانات هيئة علماء المسلمين أو طروحات شخصية وبيانات أخرى لجهات عديدة أن استمرار احتلال العراق سيضرب في أعماق دول المنطقة وهذا ما حصل الآن يعني عندما تقدم الجامعة العربية في عام 2003 على تعيين ممثل لمجلس الحكم الذي عينه المحتل الأمريكي في الجامعة العربية مقعد العراق هذه جريمة كبيرة عندما تتجاهل الدول العربية والجامعة العربية في ذلك الوقت معاهدة الدفاع العربي المشترك بلد عربي يحتل ويدمر وترتكف فيه مختلف أنواع الجرائم وصامتة الدول العربية بل أن أخطر وسائل الإعلام أو غالبية لكل دقيقين قدموا مختلف أنواع الدعم لمنوز العملية السياسية وبالمحصلة لهذه العملية السياسية وما زال وسائل الإعلام العربية مهمة تستحوذ على الساحة العربية تقدم هذا الدعم الخلاصة سؤال حضرتك نعم أنه منذ على الأقل ثمان سنوات أو عشر سنوات لا يوجد شخص مستقل وعاقل في العالم إلا ويتحدث بكل صفات السوء بالعملية السياسية والحكومات المتلاحقة في العراق أينما سمع الناس بالعراق لا مصلحة لهم ولكن هذا نتيجة التراكم والجرائم والسرقات والمعارسات السلبية والسيئة يقولون العراق في وضع سيء جدا وخطير من ارتكب هذا؟ ارتكب هذا الدستور الذي وضع في عام 2005 واستند إلى قانون إدارة الدولة والأدوات التنفيذية للدستور التي هي الأحزاب والكتل والهيئات والشخصيات المشاركة في العام السياسية لدرجة بهذه الجزئية عندما يخرج عضو برلمان عراقي هو معروف هذا القص ويقول هو سرق مليونين دولار ويتحدى أي شخص في الحكومة يقول أنه لست سارق ويصمت الجميع فأنا أعتقد أنه صح نحن نطالب ولكن على الدول العالم ولكي تحاول لملمة خطر تدهور الأوضاع في العراق أن تعمل على تصحيح المسار والتخلص من هذه العملية السياسية وقبل ذلك دعم الشخصيات والقوة الوطنية المخلصة لتغيير الدستور وبناء تجربة جديدة وقبل دول العالم الدعوة موجهة للدول العربية ستزداد الخطور عليهم إن لم يتخلصوا من هذا الجذر الذي وضعته أمريكا وتحاول أن تجذر أكثر في العراق سيد عبد القادر أيضا في البيان الختامي يعني الأحزاب والميليشيات عمدت إلى عسكرة العملية السياسية وظهر ذلك واضحا من خلال الاستعرابات العسكرية للميليشيات في بغداد في وضح النهار وأيضا بحراسة من الأجهزة الأمنية والجيش إلى غير ذلك ذكرتم نقطة محددة حقيقة استوقفتني هذا الأمر سيجعل جميع الخيارات مفتوحة أمام الشعب العراقي لتغيير هذه العملية يعني ما قصدكم بجميع الخيارات مفتوحة وسائل تغيير أي نظام سياسي فاشل عندما يقرر الشعب العراقي بالذهاب إلى هذا التغيير هناك عدة وسائل طيب وهذه الوسائل كلها مشروعة لأن الشعب هو مصدر السلطة في القرار السياسي وبالتالي هم كانوا يوهمون العالم أن هناك انتخابات ومعلوم تماما يعني أصبح القاسي والداني يعلم أن الانتخابات في العراق وهمية شكلية أن القرار الموظفين هم تابعون للأحزاب وبطاقات الانتخابات مسبقا يتم وضع أعداد كبيرة منها بصناديق هي ذاتها يتم استبدالها لأن الذي ينقل الصناديق حتى إذا أثبتنا أن المواطن قادر على الانتخاب بدون تزوير أثناء العملية الانتخابية فالذي ينقل صندوق الانتخابات ستنتقل يعني الأحزاب ومليشيات وبالتالي يتم تبديل هذه الصناديق في الطريق صحيح فضلا عن الفرز أيضا يخضع لهكذا تزوير فإذن هي وهمية لا قيمة لها بالمطلق وهذه ما وصل لقناعة الشعب العراقي لذلك في الانتخابات الأخيرة قاطعها هم يقولون 80% وهي النسبة أعلى تكون وهذه معناها أن المفروض يحترمون أنفسهم والعالم يحترم رغبة الشعب العراقي بأنه لا سلطة شرعية عندما يقاطع الشعب 80% فعندما قاطع الوهلة الأولى كانت أحد الخيارات لإنهاء العملية السياسية هو المقاطعة لها لأنه لا شرعية ولا مشروعية أصبحت لها بالتالي المرحلة الثانية ذهب إلى التظاهرات والآن التظاهرات أصبحت حالة متجذرة في الشعب العراقي بأنه ينبغي أن نستعيد الوطن من هؤلاء هذه أيضا وسيلة من وسائل تغيير النظام العصيان المدني حالة من حالات تغيير النظام عندما يتم حقيقة الإضراب العام في العراق وقد نفذ على مراحل في انتخابات ماضية وفي سنوات أخرى وقد نجح واستجاب الشعب العراقي لهذه القضية ونحن أستاذ في الأخبار عادة صراحة عندما نقرأ وتأتينا عبارة أن كل الخيارات مفتوحة مباشرة نفهمه بأنه استخدام السلاح يعني شوف الدفاع عن النفس العراقيين دائما لا يبتدأ منهم الظلم نعم مسألة الدفاع عن النفس أيضا حق مشروع مكفول في قوانين سماوية وأرضية ولعل قوانين الأمم المتحدة واضحة بذلك اليوم عندما ترى أنه قتل الميليشيات أمام الأجهزة الحكومية بدم بارد للمتظاهرين ماذا تريد لهؤلاء المتظاهرين الذين يحافظون السنة الثانية على ثوات مظاهراتهم بسلبيتهم طيب يعني هل يبقى القتل أمام الشعبي العراقي هل السلاح الموجود حاليا هو سلاح شرعي هم يقولون أرباب السياسة الحالية هم يقولون سلاح منفلت إذن كيف تواجه هذا السلاح المنفلت إذن هذا يحتاج إلى قرار عراقي ولذلك عندما نقول نحن الخيارات مفتوحة العراق من سيقرر هذا الخيار لكن هل أنه الدفاع عن النفس جريمة لا بالتأكيد ليست جريمة لكن العراقيين إلى هذه اللحظة لا يريدون الذهاب بمنزلق حروب أهلية وبالتالي هم بعيدين عزفت كل هذه الأطراف على إنتاج الحرب الأهلية لكن إلى هذه اللحظة نجح العراق في تحديها لذلك هم يواجهون في كيفية التخلص من ظلم أحزاب وميليشياتهم هل القضاء قادر وهي أحد مرتكزات الوسائل المفتوحة على أصدار أوامر قبض لحق هذه الميليشيات يعني بالأمس تم أحد عناصر ميليشيات سيد الشهداء اعترف بأن الميليشيات يمن قصفت أربيل على سبيل المثال وقصفت أحياء سكنية هل تم القبض من الحكومة أو من القضاء على تلك العصابة وعلى زعيم هذه الميليشية الجواب كلا إذن ما الذي يجعل من العراقيين ينتظرون كل هذه الحلول الفاشلة في سبيل التصدي لها أو لا فلذلك الخيارات ستبقى مفتوحة والكفاح المسلح وليس خيارا ربما آخر الدواء الكي وليس خيارا محببا عند العراقيين لكنه أيضا خيار الدفاع عن نفس هي خيار وارد للشعب العراقي أستاذ وليد أيضا رفضتم في البيان الإرهاب بكل أشكاله أيضا استنكرتم استهداف الأحياء السكنية والتهجير القسري لأبناء جرف الصخر وعزيز بلد والتل عفر ويثرب وغيرها من المناطق وأيضا استنكرتم مصادرة أموال المواطنين من بينهم المسيحيون وأجبار المواطنين خاصة في المحافظات المنكوبة على بيع منازلهم تحت تهديد السلاح والابتزاز لتنفيذ التغيير الديمغرافي لكن هنا من يتحمل مسؤولية الجرائم هل لديكم في الميثاق الوطن العراقي توثيق لهذه الجرائم حتى لا تسقط بالتقادم الميثاق يعمل ويتعاون مع منظمات حقوقية معنية بهذا الأمر نعم تعرف حضرتك ولمشاهدي الكرام الميثاق هيئة سياسية أو جهة سياسية ولكن عندما تتحدث عن جرائم ترتكب تستند إلى منظمات وهيئات متخصصة بجانب توثيق الجرائم وتوثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان والاستيلاء على أملاك الآخرين وبالتأكيد هذه المعلومات موثقة يضاف إلى هذا أن وسائل الإعلام عالمية تتحدث بالتفصيل يعني خاصة الأمريكية والأوروبية عن مثلاً موضوع الاستحواذ على أملاك أخوتنا المسيحيين هذا الأمر أيضاً فيه وثائق وهناك أدلة دامغة وهناك أيضاً ما يؤكد أن القائمين على السلطة للأحزاب هم الذين يستولون على هذه الأملاك فالأمر من الناحية التقنية هو من اختصاص المنظمات المختصة ولكن لأن عمل المنظمات والهيئات يسير بنفس السياق والتحقيق نفس الهدف مع الميثاق فيكون التطابق ما يطرح الميثاق وما تؤكد الجهات المختصة بهذا الجهة أستاذ عبدالقادر طالبتم بإخراج العراق في البيانة الختامة طبعاً من الصراعات الإقليمية والدولية وأيضاً شددتم على طرد المنظمات الإرهابية التي تستخدم العراق ساحة لتنفيذ اعتداءاتها على دول الجوارد بما في ذلك طبعاً حزب البيكيكا وغيره طالبتم أيضاً في النقطة الأخيرة من البيان مجلس الأم بتحمل مسؤوليته لإخراج المنظمات الإرهابية من جرف الصخر جرف الصخر أصبحت قاعدة عسكرية لتدريب فاطميون وتدريب أيضاً فاطميون الأفغانية والحوثيين لكن هنا هل المجتمع الدولي سينصف العراق وهو الذي منح الغطاء للاحتلال الأمريكي في عام 2003 للاحتلال عندما وقف موقف المتفرج من الاحتلال وإجرامه تجاه الشعب العراقي من المؤكد أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية وبالتالي هو أمام مفترق طرق أمام القانون الدولي وتحقيق العدالة الدولية نعم نعم هو أخطأ عندما غضى النظر عن الاحتلال ومعالت نحن الآن أصبحنا في العراق بسبب السلطة الحاكمة وهذا أحد يعني مرتكزات تغيير النظام والدعوة إلى تغيير النظام أنها جعلت العراق وهي تتحمل المسؤولية صراعا يعني أرضا للصراعات الدولية نعم وهي من أوجدت هذا التشابك وهي من استقبلت جميع المنظمات الإرهابية يعني لم يأتي حزب العمال الكردستان البككة إلى العراق ولم تدفع له رواتب إلا من خلال العملية السياسية وحزاب السلطة والحكومات المتعاقبة نعم لم يأتي بالحوثيين من اليمن اللي تم تدريبهم في جرف الصخر إلا من قبل السلطة نعم هؤلاء لم يأتوا من الأقمار الاصطناعية ولم يأتي بالميليشيات الأفغانية التي جلبتها إيران وأسكنتها ولم تمنح حتى الجواز في إيران وزجتها في معارك سوريا إلا هذه الأحزاب إذن حولت العراق إلى مستنقع للإرهاب وإلى تصدير الأزمات الخارجية والداخلية لأن تلك المنظمات الإرهابية أيضا استهدفت الشعب العراقي يعني حزب العمال الكردستاني البككة هجر المواطنين العراقيين من مناطقهم هجر الكرد وهجر التركمان وهجر العرب وقتلهم وبالتالي هو يتعدى على دول الجوار كتركيا على سبيل المثال نعم كما يحدث الآن في جرف الصخر الطائرات المسيرة يطلقها الحوثيون من جرف الصخر إلى السعودية والصواريخ التي تطلق على الرياض من جرف الصخر ولدينا أدل واضحة تماما بهذا الإطار كما يحدث أن تجارة المخدرات أصبحت من العراق ويتم نشرها في العالم فرق الاغتيالات تقتال الشعب العراقي تقتال المتظاهرين تقتال وتحتمي في جرف الصخر وفرق الاغتيالات التي تعد من قبل النظام الإيراني لاغتيال معارضيه في الدول الأوروبية تعد وتدرى في جرف الصخر ويمنح لها الجواز للسلطات الحكومية عن طريق الخارجية ويتم إرسالهم ليمارسوا وبالتالي تم القبض على بعضهم ويحاكمون في هورندا على سبيل المثال إذن مجلس الأمن مطالب بمساعدة الشعب العراقي لأن مشكلة العراق بدأت دولية وبالتالي لم تبدأ محلية بالتالي الآن العراقي أصبح خطرا حقيقيا بفضل هذا النظام السياسي على الأمن والسلام الدوليين يحتاج إلى تدخل وهذا التدخل جراحه حقيقة أقول هذا صراحة لأن الآن إذا ما أخذنا بالقانون الدولي فإن جرف الصخر هي جريمة دولية لأنها إبادة دولية أولا وجريمة التطهير عرقي وأصبحت قاعدة الحرس الثور الإيراني عسكرية فيها ترسانة من الصواريخ الآن صواريخ الشهاب صواريخ آرش الإيرانية كلها في جرف الصخر مصانع الآن تصنع فضل عن التدريبات الأخرى أنا بقت عندي دقيقة واحدة بس نصف دقيقة لحضرتك أستاذ وليد ونصف دقيقة لحضرت أستاذ عبدالقادر النائد بسؤال الأخير بدقيقة واحدة وأقل كيف ينظر المثاق الوطني لمستقبل العملية السياسية في العراق العملية السياسية حكمت على نفسها بأفعالها بأنها فاشلة ومقتولة ولكن هناك دعم لها واسع من أمريكا لاستخدامها وكل من معها أجزة أمنية وحشد فقط لهدف واحد هم أمريكا يقولون لمحاربة ما يسمى بالإرهاب أما الميت فبالتأكيد لا بد أن يأتي من هو أفضل منه كيف تنظر إلى مستقبل العملية ينظر المثاق مستقبل العملية في العراق العملية السياسية وصلت إلى طريق الانهيار وبالتالي عندما تفقد حاضنتها الشعبية وأي مشروع يفقد حاضنته الشعبية هو قد مات والميت حقيقة ينتظر تكفينه ودفنه والأحياءهم أولى ببلدهم فلذلك العملية السياسية ماتت في قلوب العراقيين في ضميرهم والعراق ينتظر إلى خلاصه لكن هذه القضية تتعلق بالوقت وبالصبر لكن حقيقة أقولها بصراحة أن العراق مقبل على منعطفات تاريخية ومهمة ينبغي للشعب العراقي أن يكون القوى الثالثة الذي ينتزع وطنه بين قوتين إقليمياتين ودوليتين أستاذ وليد الزبيدي عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي شكرا لحضوركم هنا في الاستوديو شكرا جزيلا الأستاذ عبدالقادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي شكرا لحضورك أستاذ عبدالقادر مشاهدين الكرام الشكر موصول لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحضورك أستاذ عبدالقادر شكرا لحضورك أستاذ عبدالقادر شكرا لحضورك أستاذ عبدالقادر